أهلا بكم مجددا وينضم إلينا هنا في الستوديو الباحث في الجماعات الإسلام السياسي الأستاذ أحمد الناصر أهلا بك إذن البرلمان النمساوي الآن يمنع الإخوان من ممارسة أي نشاط سياسي في النمسا هل بدأت أوروبا بتكتشف الوج الآخر للتنظيم السياسي وبالتالي الحضر لنشاطه السياسي من دولة لأخرى؟ أولا صعب أن نسميهم جماعة سياسية هي جماعة إرهابية لازم نسمي الأمور بمسمياتها فالجماعة لما نتكلم أنه حزب سياسي هذا حزب يدعو إلى تداول السلطة بطريقة سلمية في الدول الدموقراطية ممكن نسميه بطريقة ذي لكن هذه هي المظلة الأم لجميع لكن هكذا تسميه أوروبا وتفرق بين النشاط حتى لحزب الله بين النشاط السياسي وبين النشاط الإرابي فبالتالي هي حضرة العمل السياسي أو نشاط سياسي له الرئيس السادات رحمة الله عليها لها مقولة شهيرة يقول الدموقراطية لها أنياب فإذا ما كانت الدموقراطية تخدمني وندخل في صراعات مسلحة وهذا اللي يعانيه في المنطقة العربية وعانينا في المملكة العربية السعودية بالذات إذن نحن بل يعني ووضح الأمر لأوروبا من أول أنه هذوري ترى جماعات مجرمة جماعات جرمة من دول الخليج ومن مملكة بالتحديد فكيف أن تعطيها المجال عندك في البرلمانات يوصلون وتدافع عنهم هنا المشكلة بعد العملية الإرهابية اللي في نظمبر العشرين هنا انتبهت اللي كانت في فيينا هنا انتبهت أوروبا إلى أنه خطر تيارات الإسلام السياسي بدأ يصعد ويظهر على السطح بشكل مخيف وأمام عينك تشوف العملية الإرهابية فمع صعود التيارات اليسارية المتضرفة في أوروبا أصبح يعني لابد من محاربتهم فبطبيعة الحال بدأت أوروبا تعي وأتمنى أنها هل انتهى إذن استفادت الإخوان من مناخ الحريات في أوروبا تحديداً أوروبا الغربية وبالتالي يجب عليهم الرحيل وإلى أين للأسف أنهم تمكنوا حتى من بعض الأماكن في البرلمانات الأوروبية تمكنوا من مجلس العموم البريطاني تمكنوا من بعض البرلمانات البريطانية الأوروبية فإذن هنا بترتفع أصواتهم وبيستمرون ولكن هم على كل حال جماعة برقماتية يعني يتلونون مع أي تيار يعني بشوفهم مصلحتهم وين بيبشون بعد فترة بتلقاهم داخلين في قد يكونوا يدخلون مع تيارات مختلفة عنهم فكرية تيارات لبرالية إذن بطبيعة الحال حنا نتكلم عن جماعة ما لها مبادئ ما لها يعني ما لها أهداف إلا اللهم أنها الوصول للسلطة بأي طريقة هما ميكافليين بحت هناك تضييق عليهم في مصر وهناك قانون مقر من البرلمان وهناك تضييق عليهم في تركيا بالتالي يبرز التساؤل في المنطقة هل يتجهون إلى إيران أم إلى دولة أخرى طيب إيران طبعا هم مهم غريبين على إيران هم متحالفين مع إيران من زمان يعني من أيام وصول الخميل للسلطة لكن لما نتكلم عنهم الآن بعد وصول حركة طالبان للسلطة في أفغانستان هنا إحنا دخلنا محور ثاني صحيح؟ نعم لأنه أغلى أن تعرف أغلى بقيادة القاعدة وقيادة طالبان في إيران فإذا بيصير في تحالف بين القوتين هذه وبيحتضنون جماعة الإخوان المسلمين كما يحتضنونهم في السابق فإيران ملاذ آمن وكذلك كندا نايا ووزير الخارجية السابق عمر الغابرة هو اللي مكن مجموعة كبيرة منهم في الوصول إلى كندا وإعطاهم اللجوء السياسي وكذلك إعطاهم الجنسية فهما صرطان منتشر فكرة أرضية كامل طيب هناك من يقول بأن أوروبا الشرقية قد تكون ملاذا آمنا خلال الفترة القادمة على الأقل ترتيب الأوراق بالنسبة للإخوان في أوروبا أوروبا الشرقية أو خلنقول ديمقراطيات أوروبا الشرقية مخلفات ارتعاد سوفيتي الديمقراطية عندها ليست كبقية الدول الأوروبا الغربية فهنا مجرد أي عملية تكون ضد الأمن القومي في أحد الدول هذه سيتم قامعهم ويداعهم في السجون طيب أعودي لموضوع أفغانستان بالتالي هناك مناطق مضطربة لدينا أفغانستان لدينا اليمن وهناك حضور للإخوان في المنطقتين هل تعتقد بأنه يمكن الخروج من كل هذه الدول والتوجه لإعادة ترتيب الصفوف والتمرحل في اليمن ما أعتقد لأن التحالف مسيطر بشكل كبير على مناطق كبيرة من اليمن فدخولهم سيكون صعب هذا أمر هناك دعوات قدمت من الحوثي مباشرة لهم للدخول إلى صنعات يعني الحوثي مسكين الحوثي الحوثي مسكيني يطلق دعوات وشعاراته ومو بقدة فبطبيعة الحال لما يتكلم يقول تعالى وعندنا الصنعات تدخل من وينت وحتى لما بتجي أنت بتكون في مأمن من تكون في مأمن؟ لست أنا الذي سيرح طيب ماذا عن أفغانستان؟ إذا كانت الطالبان الآن ستسيطر وبالتالي المساحة واسعة طالبان حركة سلفية بحتة ولكن السياسة لا تعرف تحالفات السياسية لا تعرف ما تتعاون مع إيران في النهاية وقياداتها موجودة هناك؟ قيادات الطالبان وقيادة القاعدة موجودين يعني أبو هاجر الكويتي ومجموعة القيادات الأولى حق القاعدة كانت تنعم في إيران وبعايشة يعني سبع نجوم عندهم هناك فلا تستغرب حضور الأخوان هناك عندهم ويحتضونهم كورقة سياسية يستخدمونها فيها توقتي موضوع البراغماتية هناك مؤتمر الرابع عشر لما يسمى منتدى الوحدة الإسلامية عقد في التاسع والعشر من يوليو في بريطانيا عبر الإنترنت وكان هناك لقاء شارك فيها أيضا من الداخل الإيراني أو مسؤولين بالتالي البراغماتية حاضرة وكأن هناك موضوع تقريب بين المذاهب بالنسبة للإخوان والإيرانيين شوف قضية تقريب بين المذاهب هذه أصبحت يعني كليشة تستخدم في النهاية يعني التقارب بين المذاهب يعني يستخدمونها الأخوان وغير الأخوان للتقارب بينهم لتمرير عملياتهم السياسية وتمرير رجندتهم فهي مهي بالطريقة هذه هي مؤتمرات ظاهرها الوحدة الإسلامية ظاهرها الرحمة وبطنها العذاب ما فيه وحدة إسلامية هم جامعة واضح نظامهم بطبيعة الحال يعني بعد انتهاء مرسي من مصر وخلال حكمة خلال سنة هو فعليا لم يكن ما كان يحكم مصر هو كان يحكم جماعة الإخوان فلما تحرك إبراهيم منير المرشد الرديف يعني وتوجه إلى تركيا وبعض قيادة الإخوان هناك لقوا الملاذ الآمن بس في عندهم مشكلة كبيرة وهي من يوم تحركه من تركيا من يوم تحركه من مصر إلى يومك الحالي بعضهم ما عندهم أوراق ثبوتية وبعضهم أوراقهم الثبوتية انتهت فلا بد يرجعون للسفارات المصرية وسفارات بلادهم فلازم يرجعون يدخلون مرة ثانية في قضية الدخول الغير الشرعي للدول الثانية لكن هذه النقطة قد تستخدم عند بعض الدول الأوروبية في موضوع اللجوء سياسي يعني أنه والله هؤلاء مضطهدين وبالتالي يوظفون لصالحهم يعني مرتصار لما نتكلم حنا على مضطهد نتكلم على مضطهد مضطهد يحرض هذا ممضطهد وجهات النظر العربية مختلفة عن الأوروبية ولذلك لهم حضور حتى في بريطانيا بدون شك بدون شك هم اقتحموا مجلس العموم بشكل كبير لحنا نشوفها لكن أنا في اعتقاد الشخصي أن أوروبا إذا ما انتبهت لخطر هذه الجماعة المسمومة رح تذوق وذاقت رح تذوق ويلات اللي يدقناها حنا في العالم العربي وخاصة في الخليج وملك عربية السعودية بالتحديد شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد الناصر الباحث في جماعات الإسلام السياسي شكرا لحضورك